لم يمر اليوم الأول من تشرين الأول شهر الهبة الفلسطينية للقدس والأقصى مرورا عابرا لدى الفلسطينيين الذين أعادوا استذكار أحداثه بإضراب عام وشامل ومسيرات في القدس والظفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر تزامنا مع رفضهم لقانون القومية الصيونية وهدم الخان الأحمر شرق القدس المحتلة اليوم وبعد ثمانية عشر عاما من الهبة يبدو أن لا شيء تغير في الممارسات الصيونية التي تسن قوانين تسير باتجاه تهويد الأراضي الفلسطينية هذا هو إضراب التضامن مع الأهل فلسطيني الداخل في الثمانية واربعين الذين تتعرضون إلى موجة تمييز عنصري حقيقية عبر سن القوانين وعبر الإجراءات التي كانت أخرها قانون القومية هذا القانون خطورته أنه استمرار لمنطق التهويد وفرض الرؤية الدينية على أهلنا في الثمانية واربعين وتمهيد لتعاملهم كأغراب مع أنهم في أرضهم الحقيقية ويؤكد الفلسطينيون في إضرابهم هذا بأنه رسالة واضحة لحكومة الاحتلال ولإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفلسطينيين لن يرضخوا لما يسمى صفقة القرن ولقانون القومية الذي ينهي حق تقرير مصير الفلسطينيين دولة إسرائيل تعتبر أقليات بلا حقوق مدنية ولا بحقوق اجتماعية ومخاطره أنه يطلق يد الاحتلال لتهجير ابناء شعبنا في الثمانية واربعين ويقطع الطريق على حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومن هنا تندرج قطورته ومخاطره ولهذا في هذا الإضراب اليوم هو أردنا أن نوصل رسالة للعالم أجمع من أجل سرعة التحرك لوضع حد لهذا العدوان على الحقوق الوطنية الفلسطينية وبالعودة إلى المتظاهرين الذين قتلوا أثناء امتفاضة الأقصى عام 2000 وكيفية مقتل الطفل محمد الدرة ومن تلاهم في مسيرات يوم الأرض المستمرة يظهر أن المزاج الفلسطيني لم يعد آبها بالاستلاحات والتقسيمات التي وضعت وفق اتفاق أوسلو والتي يعكف الاحتلال الصيوني على إلغائها تماما لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية عبر صفقة القرن ويسر الفلسطينيون بالمقابل على أن الحل بإنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني والتأكيد على وحدة القضية بين الضفة والقطاع والداخل والخارج اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة